نبقى في أشان الأمريكي حيث أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم التحدث مع نظيره الصيني شجينبينغ فيما يدرس احتمال رفع بعض الرسوم الجمهورية المفروضة على بكين في محاولة لتخفيف التضخم في الولايات المتحدة وقال بايدن للصحفيين أنه يخطط لإجراء محادثة مع الرئيس الصيني لكنه بحسب قوله لم يحدد موعدا بعد وكانت المحادثة الأخيرة بين الرئيسين في الثامن عشر من مارس عندما حذر بايدن شيء من مساعدة روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا